كشفت التحقيقات التي تجريها أجهزة الأمن المصرية عن تفاصيل مثيرة حول مقتل المذيعة المصرية شيماء جمال بعد العثور عليها جثة هامدة وبعد تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة تم الكشف عن أن المذيعة قتلها زوجها وهو مستشار في إحدى الجهات القضائية البارزة في مصر بسبب خلاف بينهما بعد أن هددته بإخبار زوجته الأولى بزواجها منه خاصة أنه تزوجها عرفيا منذ سنوات قليلة وكانت النيابة العامة طلقت بلاغا بتغيب المجني عليها شيماء جمال التي تعمل إعلامية بإحدى القنوات الفضائية بعد اختفائها من أمام مجمع تجاري في منطقة أكتوبر